السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة تفسير الأحلام مع مهاء أهلا بكم فسر ابن سيرين رؤية الميت يضرب الحي في المنام بفساد دين المضروب أو أنه ارتكب معصية أو عزم على ارتكابها وقبل أن نكمل لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وشكرا على الدعم لأن الميت في ديار الحق ولا رضا إلا بما يرضاه الله وما رأى الميت يضربه ويتحدث معه في الحلم فهذا يدل على الهداية والإرشاد إلى طريق الحق وتشير رؤية ضرب المتوفي للحي بقصوة في المنام إلى إثم كبير يرتكبه إذا رأيت الميت يضرب الحي حتى يخرج دمه في الحلم فهذا يدل على كسرة ذنوب وآثام هذا الشخص يقول النابلسي أن رؤية ضرب الميت للحي في المنام هي تسكيره بعهد أو وعد أو وصية فمن رأى الشخص متوفي يضربه على ظهره في المنام فهذا يدل على وجوب سداد جيونه وعندما ترى الميت يضربك على قدمك في الحلم فهذا يدل على وجوب الاعتدال والاستقامة في السعي وحلم ضرب الميت على يدك هو تنبيه للابتعاد عن الكسب الحرام رؤية ضرب الميت على رأسك في المنام تدل على التنبيه بسبب الغفلة عن الدين ومن رأى المتوفي يضربه على وجهه في الحلم فهذا يدل على جهر الرأي بمعصية أمام الناس ورؤية ضرب الميت على جفن الحي في المنام تدل على خوض الرأي في البدع أما رؤية ضرب الميت على أذن الحي في الحلم تدل على فضيحة وشكرا على المتابعة